وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يا صباح الخير يا صباح الفيلم ياسمي كيفكم صبايش واخباركم ان شاء الله تكونوا بقى الف خير يا رب انتو عم تشوفوا فيديو اليوم اهلا وسهلا فيكم كلكم من وردوا قناتي اهلا وسهلا بصبايا الاجتادي اللي انضميت لقناتي جديد دي رح يحفيكم منوما كنتو عم بتتابعوني بيعتي زر منكم صلايا انو صلي فترة ما نزلت فيديوهات بس متل ما بتعرفوا الاوضاع اللي عم تمر فيها فلسطين استراحة كثير بتزاعل صلات الصبح وبفتح الموبايل بشوف بقى الاخبار هاد الشي اللي بعمله بعد ما وصلي الصبح بس اليوم قدت خلص عصلي الصبح وما افتح ابدا موبايل ولا شوف اخبار اه وهاد الشي اللي عملته خاصة انو وقت بحس حالي كتير وصلت انو لمرحلة انو نفسيتي صارت صفر ومتضايقة كتير تحب انو اهرب اه من الواقع اللي عايشينه فالي اللي بعمله وبهرب اه من الواقع هو التصوير يعني والشغل حتى على فكرة وقت زلزال عنا هون بتركيه اللي صار بمتبع 8 شهر والعالم ماتت يعني والعالم هربت يعني وانا منه انو نهرب اه نعود نم بالسيارات وبالشارع فا اه وقتها كمان لحتى اهرب بنهيي الاخبار والواقع اللي عايشينه فكد اطلع عالبيت مع انو كان زوجي اللي انو انو لا خليكي تحت ليش طالعة كزا فقال له انو ما خلص ما تتحمل يعني اه اطلع عالبيت واقعد تصور ومنتج فيديو اه واطبوخ اه مع انو باي لحظة ممكن البناية تنهد يعني اه حتى على فكرة احييلكم كمان وقت كنا بسوريا الاحداث اللي صارت بسوريا وقت كنا منقصف والصواريخ والقذائف اه كنا هيكي نهرب عالابو نحنا والآ يعني عائلتي كلها نهرب عالابو ونقعد تحد فوقت هيكي اطجر من الوضع اللي احنا عايشينه وميل اه فاللا لواما انا طالع عالبيت عالمطبخ اه سعبي شي شغلي تسلى فيها فاطلع عالمطبخ اكتر شي كتساوي هو البشار والدرس صفرة حط الدرس صفرة مع الجبنة الكريمية وجبنة الاشقوان وسخنة كنت حب ساوي جاتو كمان بس كانوا يقطعوا علينا الكهرباء تماما متل مع مصير بفلسطين يعيشونا بلا كهرباء وبلا نيت وبلا اتصالات يعني ومع هيك تطلع لفوق عالمطبخ قعدك اشتغل مشان اتناس الوضع اللي احنا عايشينه مع انو كان باي لحظة يجي صاروخ ممكن عالبناية ويعني يكون ميتة يعني بس آآ اقول معني شي يعني حبي انو اخر لحظة من حياتي انو كون عايشة مبسوطة فهيك والله هيك انا بحب اطلع من الوضع اللي عايشته والحقيقة اللي نحنا عايشين فيها آآ هلا هون رح احكي لكم شو عم بعمل بالفيديو آآ قبل بيوم فرزت اتياب ولادي اللي يزغرانين عليهم ففي تياب مننون وبواط آآ يعني مهرية فشو عملت البواط المهرية والتياب المهرية حطيتهم بكيس في عنا هون جنب بيتي في مول جنب المول بيحطوا مثل سنديق بتحطي دون الغراد المهرية بيجي آآ البلدية بتاخد هاي الغراد وبتصلحها وبتعطيها لعالم محتاجين اشتركوا في القناة 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 كمان انتو كتبولي تحت بالتعليق شو اسامي المحلات اللي حابين صور لكم ياها بالفيديوهات الجاية انا بشوفها وان شاء الله كل فيديو بحاول اني صور لكم محلات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هون الغرات تبعات ولادي اللي زغرانين عليهم بس ما فيهم شي يعني لا لهم مسكوبين ولا فيهم شي فا اه هون عم ضبون وافرزون مشان اه بعطيهم لناس يكون عنده ولاد اصغر من ولادي تقريبا اربع سنين خمسة سنين هيك يعني شكرا لكم 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 الكنسة وبعدين امسحها مساح وبعدين المدة موكيت. اشتركوا في القناة 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 العلبة تبع الحليب لانه بيطلع مي كتير. هلى هون بيقولولك تعليمات انه عبي الخزام مي حطي حليب حطي ابن انا هادا كلها عتو عاملت. هلى هون بعد ما ساويت كل الاعدادات تبعاتها قالولي فيك تعملي القهوة تبعك وتختاري النوع اللي بدك يا. انا اخترت اه اللاتي الصراحة لسه يعني ما كتير بعرف فيها فتركتم كلها يعطن هي فيها اه فيك تختاري انه قديش بدك اه مقاس الكوب قدي بدك ياها تقيلة ولا خفيفة الرغوة تبعها كتيرة ولا خفيفة فالمهم تركتم كلهم عن ناس اللي تلا هيك شوي شوي بتعلم يعني اه صراحة كتير طيبة بس حطيت له سكر بعد ما خلصت كتير لزيزة عن جد من تبع الكافيهات اه هلى هون امت القالة وحطيتها بغرفة القاعدة مؤقتا لانه بدي اعمل زاوية قهوة بس السماء جلوغراض فهلا هون حطيتها حاليا بس بولي تحط الطالب اه وين اه تتوقعوا انه حط زاوية القهوة لحتى شوف ازا بتحزروا او لا ان شاء الله بركب الفيديو الجاي بعملها قال لها هون يصار وقت اه العشاء تبع الولاد فحبيت اعمل لهم اكل هيك صحية عندي هدونة اللي اخنا الملفوف الصغير قطعتهم هيك بالنص وهلا بقطع كمان جزر اصابع وبقطع فلفل حمرة وكمان عندي اه جبنة بيضة هيك مدورة كمان بقطعها بالنص اشتركوا في القناة 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 اخواني بحطلن زيت زيتون وملح واريغانو وبخلطن منيح بعدين بحطن بالليلة الهوائية على درجة حرارة 200 تقريبا 15 دقيقة بكونوا تحمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما سلقت الماكرونة بحطهم بالزبدية بعدين بحط هاي الخضرة اللي شويتها بالقلعية الهوائية وبحط البنادورة اللي قطعتها هيك بالنص الآن بعدين بحط توم مهروس كمان فوقها وبعدين بحط ليمون عصرة ليمون وبحط كمان زيت زيتون وملح وبحرقهم عن جد اكل كتير طيبة ومفيدة اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى على نار وسط الحليبة على حراف والضلي بتحركي تقريبا عشر دقايق لحتى القوام تابعوا يكون منيح وما يفصل بس تحطي اه تسكبيب الزبادي هلا هون اه سكبتهم بهدون الزبادي الفخار بحبهم كتير لانه حجمهم وسط يعني بحيس انه الولاد اشتركوا وما يزيد منه شيء هناك شكرا لكم اعمل محلية بردت اه زي انتها بالكريمة والفشتو الناعم واللوز اه كمان عاملة انا جيلي من قبل بوقت قطعته هيك مربعات مش هنزينه حطيته هيك بننص شكله كتير حلو وتحطيها بالبرات تقريبا للليل او لتاني يوم كتير كل ما بردت كل ما تطلع عطيب كمان عشان اكل كتير طيبة يعني انا ما بش بعملنا الصراحة اشتركوا في القناة هيس اللي حاطة فيها كل شرطان البيت والشواحن والسماعات فمتل ما شايفين بشربكين كتير ببعض قد ما رتبتهم بعد اسبوعين لازم يردوا يتشربكوا مع بعض فلقيت هاتا الاختراع متل ما شايفين انه بيجوا هيك مدورين سيليكون نوعيتهم بتفتحيهم وبتلفي الشريط بقلبهم وبتتركي اطرافل الشرطان لبرة بشاوة تيجي الدوري على الشيط اللي بدك يا بتلعيبك السهولة هلا هي العلبة الوحدة بتيجي ثلاث احجام واحدة كبيرة الخضرة والصفرة والزرقة فانا اشتريت ثلاث علاب قلت هيك تجربة يعني لحتى شوف ازا هنا نمناح بشتري غيرهم فالصراحة حبيتهم يعني لح اشتري غيرهم انه عندي شرطان كتير هلا هون بتما شايفين السماعات هيك بلفهم بهي الطريقة وبعدين بترك السماعات هيك لبرة لحتى واتي اجي دور على السماعات اللي بدياهم لقيهم كل سهولة اشتركوا في القناة هلا هون باقي الشرطان اللي عندي صرت حط رتب كل نوعية الشريط مع بعض يعني كل الشرطان متشابهة حطيتهم هيك مع بعض عندي هدوني العلب البلاستيكي اللي بتتذكر وقت ساويت المكياجات درجة المكياجات عندي فزاد عندي هدلون فقلت لرتبهم فيهم متل ما شايفين حطيت كل انواع الشرطان اللي بتشبه بعضها بقلب هدوني العلب هلا حاليا اللي بما اشتري هدلوني المنظمات تبع الشرطان لاني حبيتهم الصراحة فکر الشرطان اشتركوا في القناة من اسبوعين كنت عم بعمل شش براك فزاد عندي هدون العجينة حسيتهم اكتار على اللبنات فقلت لشيلهم وحطهم بكيس نايلون بالتلاجة إلا ما يجي وقتهم فهلأ جاء وقتهم هون على العشاء للولاد اللي تشووا عشيهم قلت لطلعهم من هالتلاجة وساويهم وأنا كان جاء على بالي الصراحة فمنتل ما شفتوا بهالطنجرة حطيت لبان وحطيت نشا حركتهم هيك لحتى غلوا بعدين سقطت هدوني العجينة العجينة تبع الشش براك بقلب اللبنات هلا العجينة هاي في بقلبها لحمة وبصنة وكزبرة بعدين عن الوش بحط زيت زيتون وتوم كمان فيك تحطي كزبرة كمان تقليون هيك مع بعض مع التومات بس أنا ما كان عندي كزبرة عنجد أكلي كتير طيبة وكتير شعور حلو إنه تعم بأكلي صعبة بعشر دقايق بيكون في عندك بالتلاجة يمفرز يعني خالص لهون بيكون انتهى الفيديو تابعي اليوم بتمنى يكون عجبكم إذا حبيت وما ترسوا تعملوا لي لايك شاركوا بالقناة بحبكم ركتير اشتركوا في القناة